الأهلي بقى نعيش له ايه طيب عشان نحسم الجدل فيما يخص النادي الأهلي النادي الأهلي هدفه الأول هدفه الأول من بداية المركات والتعاقد مع مهاجم صريح رأس حربة بوكس كلمنا هنا ده لقد شرحنا على البرد المركز وعايز أفكرك يا كريم شرحناها هنا في حلقة 16-12 وقلنا النادي الأهلي محتاج ايه؟ قلنا ظهير أيمن لعيب وسط ملعب جناح ومهاجم ولو اتحلت مشكلة الكهرباء مش هيبقى محتاج جناح أو يجيب جناح خمس النادي الأهلي دعم ثلاثة من الخمس مركز والتو بوزيشنز التانيين دول نادي الأهلي مركز عليهم في اللي هو المهاجم المهاجم فوق السن والجناح تحت السن وخلينا أقولك أنه أولوية عند النادي الأهلي حتى لو لم تتم صفقة الجناح تحت السن النادي الأهلي وده بكلام لي مباشر من أحمس أول نادي الأهلي سألته سؤال قاطعة سؤال عايز إجابة قاطعة هل هناك احتمالية أن يدخل النادي الأهلي فيما تبقى من الموسم وينتقل مركز الشتوي دون التعاقد مع مهاجم قال لي الاحتمالية سفر 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 النادي الأهلي مش هيكمل ده دي طلبات كولر مش هيكمل الموسم بدون مهاجم قوي يكون هو المهاجم الأساسي للنادي الأهلي ده فيما دي الأولوية قصة الجناح تراجع الجناح اللي تحت السن تراجع أهميتها شوية ده مش معناها الأهلي صرف نظر لكن تراجع أهميتها شوية رغم أن هما لسه حتى هذه اللحظة بيتفاوضوا مع أحد الأجناح اللي ممكن يجيبوها لكن بالنسبة لهم لو هو قفل المركاتو بمهاجم ممكن يقفل المركاتو على كده لكن هي أولوية بالنسبة وعمر كمان لو تنضم هيلعب لك بردور جناح هما بيكلموا على الجناح الأيصر هما بركزين على الجناح الأيصر لو ما شققوا على كريستو دلوقتي موجود مصطفى ميسي بالمناسبة من اللعبة اللفتت نتباه الراجل جدا في المران في آخر عشر تيام كان هاخش من مباراة بيلمتزو بعدين كان بدخله في القائمة الكبيرة بعدين لما قال للقائمة العشرين ما دخلش دخل مباراة امبي فهو الراجل شايفه لعيب بروميسينج وجاي مصطفى ميسي ناس كتير كيف تتكلم على مصطفى ميسي عنده حسين الشحات عنده بيرسي تاو راجع من الأصابة بالمناسبة هو ولولة إصابات بيرسي تاو راجل مقتنع بي جدا سواء في الجناح أو في الفرود فهو الراجل مركز قوي إنها التاني